تحذير مشاهدة هذا الفيديو لا يغنيك عن أي استشارة طبية لتشخيص حالتك وهنا نعرض تجربة شخصية خاصة فقط أولا نبدأ بتعريف جرطمة المائدة ما هي جرطمة المائدة اللولبية؟ جرطمة المائدة اللولبية أو إليكوباكتير بيلوغي هي بكتيرية حلزونية الشكل تصيب وتتكاثر في جدران مبطنة للمائدة بسبب شكلها اللولبي تستطيع اختراق جدار المائدة ويصبها الإنسان غالبا في فترة الطفولة تنتقل عن طريق الأطعيمة أو المياه الملوثة وغير نظيفة ثانيا الأعراض أهم أعراض الإصابة بجرطمة المائدة اللولبية هي الغثايان أو القيل الانتفاخ تجشؤ آلام في البطن حرقة في المائدة نقص في الشاهية فقدان الوزن ثالثا لاختبار جرطمة المائدة اللولبية نعتمد على ثلاث تقنيات أولا التحاليل المخبرية عن طريق أخذ عينة من الدم أو فحص البوراث ولكن هذا النوع من الفحص لا يثبت إن كان المريض مصابا فعلا أو كانت الإصابة قديمة وقد شفية منها ثانيا اختبار التنفس بعد تناول مادة اليوريا أو الكربون 13 عن طريق النفخ في البالون أثناء الاختبار يطلب منك الزفير في كيس يشبه البالون ويتم فحص الهواء الذي تتنفسه في هذا الكيس ثم سيطلب منك شرب كمية صغيرة من محلول وبعد نصف ساعة من شرب المحلول سيتم أخذ عينة ثانية من الهواء الذي تتنفسه في كيس للكشف عن الزيادة في ثاني أكسيد الكربون هذا النوع من الاختبار يتطلب شروط دقيقة لكي تكون النتيجة صحيحة ألا تكون قد تناولت أي دواء خلال الشهر السابق للاختبار أن تتوجه للاختبار دون أن تكون قد تناولت أي مشروب بما فيها الماء أو أي طعام لمدة 24 ساعة التقنية الثالثة باستعمال المنظر وعينة من جدار المعيدة يعد هذا الاختبار أدق وأصدق الاختبارات للتأكد من سلبية أو إيجابية جرطمة المعيدة في الفحص بالمنظر أو الثيبروسكوبي هو إجراء طبي يقوم به الطبيب لأخذ الطبيب أمبوبا في الجسم مزود في طرفه بكاميرا وإضاءة ويقوم المنظر بتصوير منطقة محددة داخل الجسم ويرسل الصور مباشرة إلى شاشة التلفزيون الموجودة أمام الطبيب يقوم الطبيب بأخذ عينة من الخلايا أو نسيج للفحص المخبري من سلبيات هذا الاختبار أنه غير مريح ومؤلم نوعا ما ومكلف نمر للعلاج العلاج الثلاثي عند الإصابة بجرطمة المعيدة يصف لك الطبيب المضادات الحيوية التي تعمل على استئصال البكتيريا المسببة للمرض ويساعد على شفاء جدار المعيدة والتقليل من الأعراض بشكل عام فإن مدة علاج جرطمة المعيدة يتراوح من 10 أيام إلى 14 يوما تتكون المصفة الطبية من ثلاثة أدوية وهي لانزوبرازول أو أوميبرازول وهو دواء لتخفيض حموضة المعيدة حتى تعمل باقي الأدوية بفعالية كبيرة يأخذ حبة في الصباح وحبة في المساء بنصف ساعة قبل الأكل دواء الثاني كلاريتروميسين فعال لمعالجة الأدوى الخفيفة أو المتوسطة الناجمة عن الجراطيم يأخذ حبة في الصباح وحبة في المساء بعد الأكل أموكسيسيلين جرام واحد وهو مضاد حيوي من فصيلة البينيسيلين يستخدم لمعالجة مجموعة من الأمراض التلووتية يأخذ حبة في الصباح وحبة في المساء بعد الأكل قد يضيف الطبيب المعالج دواء ضمن الأدوية الثلاثة كدواء مساعد وهو مضاد حيوي يعمل على قتل البكتيريا عن طريق تستبيط صناع الحمض النووي في الخلية البكتيرية يستخدم لعلاج الأدوى البكتيريا يأخذ حبة في الصباح وحبة في المساء لفعالية العلاج يجب الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الإجراءات عدم تناول الأطعيمة الحارة عدم تناول الأطعيمة الحامضة عدم تناول الأطعيمة الساخنة جدا أو الباردة جدا شرب كمية كافية من الماء قد تسبب الأدوية في العلاج التلاتي بعض الأعراض الجانبية منها العياء الإسهال أو الجفاف الإمساك أو اضطراض في النوم بعد مرور حوالي الشعر من العلاج يطلب منك طبيبك إجراء اختبار تاني للتأكد من استئصال الجرطومة إن لم ينجح العلاج التلاتي قد يطلب منك طبيبك المعالج معاودة العلاج مرة أخرى وإن لم ينجح معك قد يمر للعلاج الرباعي العلاج الرباعي بيليرا دواء بيليرا هو عبارة عن عقار يسمى بالعلاج الرباعي ويحتوي على ثلاثة أدوية وهي مترونيدازول، تيترسيكلين، سبسيترات، وبيسموت ويضاف إليه دواء لانزوبرازول لتخفيف حموضة المائدة وبيليرا هو من الأدوية الفعالة جدا في استئصال جرطومة المائدة إن لم ينجح العلاج الثلاثي ويأخذ بالكيفية التالية بعد الإفطار الصباحي، ثلاثة حبات من بيليرا وحبة واحدة من أوميبرازول بعد الغذاء، ثلاثة حبات من بيليرا فقط بعد العشاء، ثلاثة حبات من بيليرا وحبة واحدة من أوميبرازول عند النوم، ثلاثة حبات من بيليرا فقط مع الاحتياط عند اخذ اوميبرازول اخذها بنصف ساعة قبل الاكتن تنبيه الدواء يحتوي على مجموعة من المواد والمعادن اهمها الليثيوم وقد يسبب مجموعة من الاعراض غير المرغوبة خصوصا في الفترة الاولى من العلاج وقد تختفي مع مرور الوقت نذكر اهمها تغير لون اللسان تغير لون البراز اسهال الحاد الام في الرأس التقيق او المقص العياء الشديد في اي حالة من الحالات المرجو استشارة الطبيب المعالج بعد الانتهاء من العلاج الرباعي بعد مرور ثلاثة اشهر يطلب منك طبيبك المعالج ان تقوم باجراء اختبار للتأكد من العلاج باستخدام اختبار التنفسي الى هنا اتمنى ان اكون قد افدتكم في هذا الفيديو لا تنسونا بصالح الدعاء ونتمنى الشفاء العاجل لكل بريء والصحة والعافية لكل بريء والسلام عليكم